طيب نروح للفيديو كونفرنس اللي معنا النهاردة الحقيقة أننا يمكن مناكزين شوية مع البرتغال النهاردة هيكون معنا جواو فونسيكا واحد من حقيقة الأسماء اللي ظهرت بشكل كبير جدا سواء في البرتغال أو في فرنسا وكان بالمناسبة مناسبة نحب أن نتبع نونت يعني الفرنسي في الفترة الأخيرة عشان نشوف في النجمينة المصري مصطفى محمد مهاجم نونت الجديد هو كان في فترة من فترات تولى منصب المدرب في فريق نونت فهنسأله عن الدورة الفرنسية بشكل عام وعن الكرة البرتغالية وخصوصا طبعا مع وجود مستر روي فيتوريا في الفترة الأخيرة في منصب مدير فاني منتخب مصر خلينا نرحب بجواو فونسيكا المدرب السابق لفريق نونت الفرنسي يعني بداية أشكرك على مشاركتك معنا وأهلا وسهلا بك في السادسة شكرا جزيلا لكم يعني تسمح لي يمكن معظم ديوفنا اللي بنتواصل معهم من البرتغال بيكون مهم جدا في بداية حوارنا ناخد رأيهم وانطبعاتهم ورؤيتهم لتجربة روي فيتوريا اللي هيبدأها مع المنتخب الوطني بتشوف إزاي مشوار روي فيتوريا وإيه النجاح أو إيه البصمات اللي يقدر يحققها مع المنتخب الوطني المصري من وجهة نظري أنا أؤمن أن روي فيتوريا هو إضافة لأي مكان هو إضافة للمنتخب المصري وهذا لا يفاجئني هو الآن يذهب إلى الاندية يمارس عمله هذا الأمر الأساسي بالنسبة لرويف فيتوريا كما أعرفه هذا هو ما يفعله ليحسن مدى التكامل الذي يحظى به أي منتخب أو أي مدير يعمل به روي فيتوريا أي مدير فني يريد أن ينمي فريقه يجب أن يفعل هذا من وجهة نظري خبرة روي فيتوريا وتقربته تتماشى مع المشروع المصري في قيادة ومشروع الاتحاد المصري لقيادة المنتخب المصري هذا هو نوع المدير الفني الذي رأيته في بنفيكا وحظى بنجاح كبير وكان يعمل مع مواهف شابة واستطاع أن يعمل عليها وأن يتفوق ووصل بهم لمستويات عالية وأعتقد أنه اختيار رائع لمنتخب مصر أن يقود منتخبكم خلينا أسألك على الملامح الكروية لفيتوريا يعني يمكن في أسماء كبيرة تولت في السابق مسؤولية منتخب مصر أسماء لا يشق لها جبار زي ما بنقول اسم زي هكتور كوبر اسم زي كارلوس كيروش من بورتغيال برضو والاتنين أسماء وغيرهم وغيرهم الحقيقة وكلهم ومنهم اللي نجح على مستوى النتائج مع المنتخب الوطني لكنه لم يلقى قبول والسبب في ده وخليني شوية أكلمك على طبيعة المشجع المصري أو جمهور الكرة في مصر احنا بنحب الكرة الممتعة احنا بنحب الكرة الحلوة احنا بنحب الكرة الهجومية مع كامل الاحترام وبصرف النظر عن اسم المنافس لكن لا هكتور كوبر ولا كارلوس كيروش رغم نوعا ما النتائج الجيدة اللي حقوها على مستوى نتائج مع المنتخب لكنهم أبدا لم يكونوا مقنعين لا للاعلام ولا للجمهور فهل تعتقد انه ري فيتوريا عنده الجديد هل يقدر يغير من طبيعته شخصية وشكل المنتخب الوطني اعتقد ان هذا الامر يعتمد على مدى استيعاب اللاعبين لطريقة لاعب ري فيتوريا ومدى انسجامهم معها في البداية نحن لا نتكلم عن التعليمات فقط ولكن نتكلم على خلق بيئة مناسبة تسمح لللاعبين أن يلعبوا كمنظومة وكمجموعة هذا امر رائع وهذا امر مهم جدا الامر ليس بالكبير ليحدث ولكن هذا امر هام لتحسين الجهة الهجومية الناحية الهجومية في اي فريق وهذا امر دائما يعتمد على الحالة التي نؤهل اللاعبين اليها ليتطوروا ويتقدموا وهذا على مستوى الفريق القومي ولكن اعتدت أن أقول أننا لدينا هنا في البرتغال بالنسبة للمداربين البرتغاليين لدينا قدرة على أن نتكلم قليلا وأن ننفذ كثيرا وأن ننفذ ما نتلقاه من تعليمات هذا هو ما يفعله اللاعب البرتغالي وكذلك المدارب إذا فعل اللاعب ذلك واستطاع أن يوظف هذا في خدمة منتخبه سيكون في النهاية سيكون في النهاية أمرا هاما لتحسين هؤلاء اللاعبين وللضغط على أنفسهم للاتجاه الصحيح للفوز ولكذلك إذا أردت أن تفوز يجب عليك أن تفعل هذا لذلك الطريقة الدفاعية والطريقة التي لا تكون ممتعة لكثير من المشجعين كما الحال في الطرق الهجومية هذا الأمر هام ولكن إذا أردت العكس يجب عليك أن تفعل ما ذكرت بمناسبة الكلام على الكرة البرتغالية وإنت يمكن كمان كان لك تجربة طبعا في الدوري الفرنسي والاتنين سواء الكرة الفرنسية أو الكرة البرتغالية في بينهم عامل مشترك يهمني أسمع رأيك فيه على مستوى الأندية بناجد صعوبة جدا للأندية سواء في فرنسا أو في البرتغال أنهم يطوروا من إمكانياتهم أو من قدراتهم عشان يحققوا ألقاب على المستوى المسابقات الأوروبية في حين أنه على مستوى المنتخبات وعلى مستوى اللعبين المحترفين وعلى مستوى المديرين الفنين المحترفين بناجد الحقيقة أن الكرة في فرنسا والكرة في البرتغال مقدمة الحقيقة أوراق اعتمادها بشكل كبير جدا ونجاحات كبيرة جدا سواء المدير الفنين أو اللعبين خارج الحدود من وجهة نظرك إيه السبب في ده والمفارقة بين قوة المنتخب وقدرته على المنافسة على الألقاب وتراجع إلى حد ما مستوى الأندية المحلية في الدولة الفرنسية والدولة البرتغالية في النسبة لي في البرتغال نعمل على تطوير اللاعبين الصغار ونركز أكثر على منطقة احتراف اللاعبين وأن نصنع لعبين في بيئة تنفسية جيدة مما يسمح لهم أن يخدموا الفرق القومية المنافسة في البرتغال لا تكون على مستوى ولكن تخدم المنتخب لدينا منافسة لفريق تحت 17 عاما وتحت 19 عاما وكذلك الفريق الرديف هذا يعطي تنفسية وتأهيل لمستوى عالم لنرى هذا المستوى في الفريق الأول في المنتخب البرتغالي الآن لديك لعبين في باريس سان جرمان لايفتينيا لعب في بورتو في ناشئين بورتو والآن تراه يتعلق مع باريس سان جرمان لم يكن في ناشئ باريس سان جرمان ولكن كان في ناشئين بورتو نحن طورنا الناشئ البرتغالي ليلعب على أعلى المستويات ويعمل لخدمة المنتخب القومي بمناسبة التجربة في بورتغال أو فرنسا هل بتشوف بعد قرع الدوري الأبطال أن في نادي في فرنسا أو في بورتغال عنده القدرة على المنافسة على اللقب السنادي لقب بطول الدوري أبطال أوروبا حسنا بالنسبة لدوري الأبطال الأوروبا الأمر صعب جدا في النهاية لدينا أندية كبيرة أندية رائعة تقاتل من أجل اللقب أنا أؤمن حقا بأن حاليا الأندية البرتغالية ليست في هذا المستوى التنظيمي العالي لينافسوا الأندية الأوروبية ليصعدوا للمستويات الأعلى كالكورتر فاينل على سبيل المثال ولكن مما أراه الآن على مستوى الانتقالات اللقب سيكون بين منشستر سيتي وباريس سان جرمان على ما أعتقد لأنهم يضعون الكثير من المجهود والأموال والتنظيم في الفريق الكوروبي لديهم استبعت برشلونة استبعت ريال مدريد استبعت بايو ميونيخ واستبعت ليفر بول على الرغم حتى من نجاح ليفر بول في الوصول للمباراة النهائية مع ريال مدريد في الموسم الأخير أنا أؤمن أن ليفر بول هو فريق هو فريق رائع ككل فازوا بالكثير في الأعوام المواضية ولكن أعتقد أن ليفر بول الآن سيكافح من أجل المواصلة على هذا المستوى لذلك أنا فقط أقول من وجهة نظري على الأقل أن باريس سان جرمان ومنشستر سيتي لأن بالمديرين الفنيين الرائعين في منشستر سيتي وبريس سان جرمان يعرفون جيداً ماذا يريدون وخصوصاً في باريس سان جرمان لديه اختيار موفق في المدربين وأعتقد أن المستوى الآن بالنسبة للمنافسة بين الفريقين قريبة جداً برشلونة بالطبع لديهم الآن ولكن برشلونة لديهم فريق كبير ولكن الآن هم في مرحل متأخرة بالنسبة لتغيير الفريق وتغيير الإدارة وبالنسبة لتشافي تشافي الآن يجب عليه إعادة تكوين الفريق ليعود كسبق عهد في السنوات الماضية ربما خلال سنتين أو ثلاث سنوات برشلونة سينافس على دور الأبطال طيب بعض الصفقات في الميركاتو أسمع منك رأيك وتعليق سريع عليها بداية داروين نونيز نجم بينفك السابق وانتقاله ليفر بول وهل بترى أن صفقة هالند مع مانشستر سيتي ما أسرى نفسيا ومعنويا على مستوى داروين نونيز في بداية بطولة الدوري الإنجليزي حسنا من ناحية التحفيزية نعم لديها تأثير كبير الآن تتكلم على المستوى الأعلى في المنافسة الآن نرى من خبراتي من تجاربي في البيئة الرياضية يجب أن نفكر ماذا نستطيع أن نفعل لا ننظر للآخرين لا انظر إلى الآخر والطاقة التي يقدمها في الملعب وماذا يقدمه في كل مباراة ربما هذا أمر جيد ولكن لا يجب أن يكون له تأثير علي يجب أن أركز على إحراز الأهداف وأركز على ما أريد وما أحتاجه لنفسي إزاي شفت السيناريو اللي حصل مع كريستان رونالدو والمان يونايتد رغبته في الرحيل ارتباط اسمه بعدد كبير جدا من الأندية مع عدم قدرته على الانتقال لها في نهاية المشوار مسألة بقاءه توتر علاقته بتنهج شايف إيه الأفضل رونالدو وخصوصا أنه مقبل على قيادة منتخب البرتغال في بطولة كاس العالم حسنا أعتقد أن من رؤيتي للأمر حينما نتكلم على هذا الأمر فإننا نتكلم على الأمر لا نعرف عنه شيئا الآن لدينا كثير من الكلام والإشاعات وتقارير هذا ضد رونالدو وهذا مع رونالدو الأمر ليس واضحا ولا نعرف بالتحديد ماذا يحدث داخل النادي لا نعرف ماذا يحدث ربما أحيانا بعض التقارير تخرج لنا ولكن في النهاية مما أرى من وقع خبرتي أعتقد أن كريستيانو رونالدو يستطيع أن يؤدي أعلى مستوى له هذا الموسم وهذا لا يجب أن يؤثر على لاعب رائع كما كريستيانو رونالدو خصوصا مع الفريق البرتغالي بالنسبة لفريق المنتخب البرتغال الآن رونالدو يؤدي على أعلى مستوى ولكن هذا طبيعي بالنسبة لرونالدو مع المنتخب البرتغال هذا الموسم ليس الأحسن له لأن اللاعب اللاعب الآن ليس مقنع بالنسبة للمدرب من وجهة نظري ولكن أعتقد أنه سيؤدي في منتخب القومي نروح لجوزي مورينيو اللي يمكن يعني يمر بأكتر من موسم ما كانش في أحسن حالاته لكن أعتقد أنه استعاد جزء من بريقه في بداية تجربته مع روما وتتويجه بالكونفرنس ليج والسنة دي كمان الحقيقة يمكن الكثير التوقع مع الصفقات اللي أبرمتها أو اللي أبرمها جوزي مورينيو شخصيا سواء كنت تكلم على بلوتي على ديبالا على فينالدوم أن روما قادم للتتويج بمزيد من البطولات إزاي شايف تجربة جوزي مورينيو وتقييمك لها مع روما أنا أرى أن جوزي مورينيو هو بنى بالفعل منظومة في العام الماضي وهذا العام سيكون المحصول الناتج لإئس روما سيتوج بالنجاح هو عامل في النادي استطاع أن يؤسس منظومة جيدة متكاملة لديه الآن من واقع خبراته من قبل استطاع أن يفعل هذا وهذا الموسم سنرى نتيجة هذا المجهود سيلعب بالطريقة التي يحب بكل أريحية أعتقد أن هذا الموسم سيتوج بالنجاح لإئس روما نجحت جوزي مورينيو مع أكبر الأندية في أوروبا سواء بداية التجربة مع بورتو مرورا بريال مدريد تجربته مع الإنتر تجربته مع تاتنهام ووصولا لروما ما خلتش في أي مرحلة من المراحل دي أصوات تنادي بتولي مسؤولية المنتخب البرتغالي أعتقد أن هذا سيحدث قريبا ليكون صادقا معك لا أعرف أن هذا سيحدث خلال سنتين أو ثلاثة ولكن أقرب مما نتوقع أن يقود جوزي مورينيو الفريق البرتغالي المنتخب البرتغال أنا أتوقع لجوزي مورينيو أن يأتي للمنتخب البرتغال ويتوج معهم ببطولة قرية هل انتهت مرحلة كريستان رونالدو ليو ميسي من وجهة نظرك؟ أو تعتبر أن الموسم ده نهاية مرحلة كريستان رونالدو وليو ميسي؟ ومن القادم بعد الاسمين دول؟ حسناً يوجد الآن بالفعل بعض الأسماء الأساطعة ككيليان مبابي لاعب لا يصدق لاعب رائع أنا رأيته حينما كنت أعمل في اللوري الفرنسي لاعب رائع يبدل كل قطرة عرق في الملعب وليك أيضاً كيفين دي بروينيو برناردو سيلفا بالنسبة لي هذا واحد من أروع المواهب على الإطلاق في العالم ولمنتخب البرتغالي كذلك ولكن من وجهة نظري أنا أتوقع أن مبابي سيكون أسطورة قريباً وسيفوز بالبالوندور قريباً بمناسبة تجربتك في الدوري الفرنسي وإذا كنت مازلت طبعاً بتتابع مباريات الدوري الفرنسي وأنت كنت واحد من المسؤولين عن فريق نونت إذا كنت بتتابع أو مازلت بتتابع إزاي بتشوف بدايات مصطفى محمد المهاجم المصري الدولي مع فريق نونت الموسم الحالي أعتقد أن مصطفى محمد أن فريق نونت يبني الآن فريق جيد فريق صاعد يستخدمون لعبين جيدين إذا كان لديه القدرة على التواصل الجيد مع الفريق الذي يتم بنائه وإذا استطاع أن يبني تواصل مما يسمح له من الاندماج مع الفريق وأن يلعب على أعلى مستوى سيكون لديه موسم رائع في نونت الأمر رائع أن ترى موهبة مصرية في الدولة الفرنسية أو أن تلمع هكذا لديك لعبين رائعين بالفعل مصريين يلعبون في الدولة المصرية وخارجه ولكن أن ترى في فرنسا هذا الأمر سيكون إضافة قوية للفريق القومي المصري وللمدير الفني أن يبني فريق رائع من المحترفين والمواهب الطبيعية التي يتمتع ديها اللاعبين المصريين هذا الأمر الذي يحتاجه المنتخب المصري جواو فونسيكا المدرب السابق لفريق نونت الفرنسي بشكرك شكرا جزيلا وشاركتك معنا في السادسة وكل التواصل